معاي على التليفون كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني اللي هي نادي المصري بالسلوم الحقيقة قدم مباراة كبيرة النهاردة قدام النادي الأهلي خسر 1-0 بدور الـ 32 لكاس مصر الجديد وقدم الحقيقة زي ما قلنا مباراة تكتكية هيلة جدا وشكل خطورة على مرمى النادي الأهلي في العديد من الأوقات يا كابتن أحمد مسائل فل أنا وعليكم أمستيس باليين كبيرت على الحقارة أعلم بيك يا كابتن أحمد عيد أنا معارش من المثالة محارفة ناية هم بس كابتن أحمد عيد والأساس بلي النهاردة المباراة الحقيقة كانت مباراة جيدة وظهر نادي المصري بالسلوم على الرغم من أنه نادي ما بيلعبش في الدوري الممتاز بيلعب في القسم الثاني وحتى ما كانش منافس على الصعود لكن ظهرت الحقيقة النهاردة بشكل جيد جدا قدام النادي الأهلي تقيمك لأداء الفريق النهاردة وبرضو تقيمك لأداء النادي الأهلي المنافس بتاعك بعد طبعا الهزيمة بصعوبة 1-0 كان نقول لها في الأول أنا موجود مع المصري السلومي وطبر مابينة المرين مع الفريق ستاشر أو سبعة شهر وبراء يعني كنتها كانت ظروفة بعيدة جدا من الأول ما بسكنا للفريق أول ما كانش منافس على الصعود لكن الفريق كسب كده كبيرة في الدرجة الثانية ناضحنا الجيم كنا على قد ما نقدر كنا نحاول نطول الجيم مع النادي الأهلي عيدينا نحاول شكل الأولين بشكل شويس نحاولنا على قد ما نقدر نشتغل على التحاولات احنا آآ يعني قدمنا ده بشكل كواس في الشوط الأولين آآ عصدق آآ يعني النادي الأهلي جاب منه الجول بصعاد بدأت تبع شوية وعندما عملنا التغييرات كنا احنا متعجلين شوية على كيفية ان احنا عزيزين نضغط ضغط آآ عالي ما كانش فيه شوية من التوظيم اللينا آآ في موضوع الضغط العلم على قد ما نقدر وعندما قدرنا حاولنا نضايقة المساعات ولكن آآ انا شايف ان احنا شوط الأولين نقدرها بشكل كويس آآ مش راضي عن موضوع التحاولات اللي احنا عملناها النهاردة ولكن ده بتاعي فريق كبير آآ يعني كان عندهم موضوع بشان اشتغلوا فيه بشكل كويس واشتغلنا بموضوع الفيديو كبير مع العيبة على موضوع التحفيز ده تكفزوا بشكل كبير جدا منه وصلنا بجول النادي الاهلي الشوط الأوليني مراتين او ثلاثة اوض نفس الموضوع النادي الاهلي الشوط الأوليني مصبعش فرص خلص غير مرة واحدة ثانية والشوط الثاني صنع على فرصتين بالنسبة لفريقنا وفي نسبة لامكانياتنا اعتقد ان احنا راضيين بشكل كبير جدا عن المباراة يعني متذكر كنت ضيف معانا كابتان احمد مع الوصول محمد شبانة في وقت سابق وقلتلنا هتتفاجأ بمستوى المصري في المباراة يبدو ان انت يعني كنت واثق في امكانيات لعبتك بشكل كبير ده حيئة احنا لعبة عندنا اخد بالك احنا بنين الموسم وده الكبات اللي ممكن نتكلمه معاك على موضوع نادي الموسم ده بالنسبة لنا صعب جدا تتفاجأ فرق كبير خلائة الموسم او اخر مباراة لعبة كان عندها جدية في انهما يظهروا بشكل كويس تشغلوا معاك كتير وتعموا معاك كتير فعلا ان احنا زي ما اتلاك احنا خدنا الانطبرة معانا اشتغلوا كتير اتفضل اتفضل اشتغلوا كتير وتعموا يعني كان نفسي تبقى ما لان احنا انه بقى يعني اقوى شوية في موضوع التحاولات على مستوى الموضوع يعني وكننا اقدر منعمل ده ولكن الحمد لله قدروا بشكل فعلا دي اخر مباراة ليك خلاص مع المصري بالسلوم وانت منتقل لتدريب بلدية المحل ده صحيح يعني هستغلت اوجودك معايا وسريعا تقول لي رأيك في ازمة منتقب مصر وكابتن يهاب جلال والتخبط في تحديد مصيره انت شايف في الافضل ان كابتن ايهاب جلال يستمر في مكانه كمدرب للمنتخب ولا التغيير في الوقت ده ممكن يكون مفيد انا شايف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا 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 في مدرب المنتخب في موضوع ان مدرب المنتخب بلوش ضغر خالص في كيفية ان يبقى حتى حماية متوفرة لي عدم ثقة مدير الفن في الاتحاد اعتقد كبت الازمة الكبيرة فرحيل كيرش ان هو يمشي لانه مشواصف انه وراء ضغر ايه نفس الازمة دلوقتي اللي بابلها كبتن ايهاب جلال ان انت راجل جايبه ما اشتغلش انا شايفين تطاول بشكل جديد جدا ناس مستباحة ده بشكل يخض اه باش حد بيدافع عنه ولا حد بيتكلم عكما الشي الاتحاد هو اللي بيحضر القرارك ده احنا ممكن ان احنا نهاجم ممكن ان احنا بقيم الاداء بشكل كبير لكن الموضوع واصل الحياة المرحرة صعبة جدا 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 يعني الموضوع غريب جدا انا زعلان جدا جدا ومدها جدا جدا من الطريقة اللي متعام بيها المكتنهب سواء كامل او ما كامل او ما كاملش مشديد تقصدي انا عندي مشكلة كبيرة جدا في مكانت مدير المدير الفني اللي بتاخد بصر وشكله لان انت دلوقتي انت عايز يجي بجيب امنابي السكة اللي هيخدها الامنابي الفكرة انت بتمشي كل يومين واحد طمدوه صعب جدا جدا فا اتمنى الناس عندها تراوي الراجل بيخرجوا النهاردة يقول تصويحه بكرا يترجع وبعد ساعتين يترجع عنه الناس هي من الضبط من سبعة تراوي شكورة الناس كلها عايزة تجير كبيرة جلال بعد كده دلوقتي الناس بتهاجمه فإدارة الالتحادات وإدارات الالتحادية ما بتمشيش كده خالصادي ما عندك قوة في قرارك عشان خطر تقدر تحميل لو ما عندكش قوة انا شاف انت التقيل احسن كابتن احمد عبد المالك عايز يوجيه لك سؤال يا كابتن عبد طبعا حبيبي ابو حميد هردي لك على الماتش النهاردة ومبروك على الأداء طبعا وربنا يكرمك في اللي جاي بإذن الله وتمنلك التوفيق كنت عايز اسألك على حاجة طبعا يعني عشان انا اشتغلت برو في الدرجة التانية والدرجة التالتة انت ترشح لعيبة من الدرجة التانية والدرجة التالتة يبقوا قريبين اللي هم وفي الدور المنتزل لفترة الجاية انت شايف طبعا المواهب قليلة في مصر الفترة اللي فاتت ونحن الناس كلها بتدور وطبعا في زل ان الاندية الشعبية بتقع والاندية الجماهرية ومفيش مواهب موجودة فالناس بتدور على لعبتي الدرجة التانية والدرجة التالتة فانت شايف ايه من وجهة نظرك في النقطة دي انا شايف رضو حميد اول حاجة انا نفسي الناس نادي بيها اول موضوع يعني في الناس بتتلم على كتل تصريح الفترة المصرية يعني اتفنين اخل من الوقت المية موضوع الرخص الاول للمدربين احنا مش هنتطور غلما يكون عندنا مدربين يقدروا يؤهلوا اللعيبة بشكل كويس ويقدروا يدوهم انهم يظهروا بالشكل كويس او فيه لعيبة في الدرجة التانية كويسة جدا عندنا مجموعة من اللعيبة كويسة جدا على مستوى بحري فيه لعيبة كويسة كتير جدا منهم اللي خارج يسموحها زي ايه احنا بعيد فيه لعيبة كويسة عندنا زي موسا افريم وزي قازم باليم وعندنا احمد كويسة حسن عندنا الويمش سربباب واشرف انور عندنا لعيبة كتير كويسة جدا عندنا جابر سيالي فيرويد لعيب يقدر يلعب دوري ممتاز ويلاعب قبل كده دوري ممتاز فلعيبة كيه لعيبة في الدرجة التانية بس انا اللي بتمنى منه الناس اللي هي طال الوقت عمارة تصنع تتكلم احنا ما عندنا نشو رخصة جماعة المدربين السي اخر رخصة متاخدة كانت 2016 او 2017 البي اخر رخصة متاخدة 2012 مفيش تطوير في مصر للعيبة الا ما يكون المدربين مؤهلين انهم يطورون العيبة غير كده مش هيب عندك كرة في مصر كابتن احمد عبدالراوف المدير الفني للنادي المصري بالسلوم شكرا جزيلا لحضرتك